أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً أمير المؤمنين بيعة الغدير بكل عظمتها تختصر في هذا الشعار فهذا شعارنا الذي يجب أن تجتمع حوله عقولنا وقلوبنا وأن يتعلق به وجداننا أشهد أن علياً ولي الله خلاصة ديننا خلاصة عقيدتنا بالله وبرسول الله أشهد أن علياً ولي الله المائز الواضح واللامع البارق فيما بين الإيمان والكفر أشهد أن علياً ولي الله عروة ديننا التي لا تنفصل فإنه لنفصام لها صلوات على سيد الأوصية وتحيات على أمير المؤمنين الشهادة الثالثة لأنها من شؤون علي يمكننا من خلالها أن نميز بين الناس لأن علي هو الميزان هو الفاروق الأعظم نستطيع أن نميز بين أولياء علي والذين هم ما هم بأوليائه هذا الشيخ الإحسائي الذي يوصف بالغلو والرجل ليس كذلك ليس مغالياً أنا أصفه بالتقصير إنه يقصر إنه يقصر ويقصر بحق فاطمة وسأعود إليه لكن الكثيرين يصفونه بالغلو الرجل ليس مغالياً الرجل بذل جهده لكنه فشل فشلاً عقائدياً واضحاً حينما قصر وأساء إلى الصديقة الكبرى في كتبه من علائم خذلانه هو رفضه للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هذه رسالته العملية التي عنوانها مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية رسالة من رسائله العملية الإحساء له أكثر من رسالة عملية له رسالة مفصلة وله رسائل موجزة هذه رسالة من رسائله العملية مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق للتحقيق والطباعة والنشر هذا هو الجزء السابع عشر من مجموعة تراث الإحساء وهو الجزء السابع من جوامع الكلم إنها الطبعة الأولى 2011 ميلادي صفحة 276 وما بعدها يقول أحمد الإحساء والتثويب في الأذان وهو بدعة وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم إلى أن يقول وهنا موطن الشاهد وأما قول أشهد أن علي ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان وإن كان حقا هذا هو منطق الطوسيين الرجل طوسي في فقهه وفتاوه طوسي إلى النخاء على المذهب الطوسي بل قال ابن بابوي إنه الصدوق الصدوق هو محمد ابن علي ابن بابوي القم بل قال ابن بابوي إنه من موضوعات المفوضة إذن هذا كلام الإحساء وهو أدل دليل على عدم توفيق الرجل على فشله وعلى خذلانه وأما قول أشهد أن علي ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان وإن كان حقا حقا في مضمونه بل قال ابن بابوي إنه من موضوعات المفوضة عجيب هذا التوفيق وعجيب هذا الخذلان علامة واضحة من علامات خذلان هذا الرجل وعجيب أمر الشهادة الثالثة عجيب أمرها الجميع يتكالبون عليها الجميع يريدون القضاء عليها هناك أمر مهم أريد أن أشير إليه على الأقل من وجهة نظري إذا ما تصفحت التأريخ الفتوائية التأريخ الفقهية التأريخ الاستنباطية التأريخ العلمية قولوا ما شئتم لذكر الشهادة الثالثة إن كان في الأذان في الإقامة في التشهد الوسط والأخير من الصلوات الواجبة إذا أردت أن أسلط الضوء على هذه الجهة ماذا سأجد وأنا أتحدث عن الغيبة الكبرى أول مراجع زمان الغيبة الكبرى العماني العماني ابن أبي عقيل العماني و ابن الجنيد البغدادي هذان لم يتحدث عن الشهادة الثالثة مطلقا لا يوجد شيء عندنا نقل عنهم فالمرجعية الشعية منذ بداية الغيبة الكبرى لم تتحدث إذا انتقلنا إلى الذين جاءوا من بعدهم الأسماء البارزة المفيد ومن بعد المفيد المرتضى أيضا المفيد والمرتضى لم يتحدث إطلاقا عن الشهادة الثالثة لا في الأذان ولا في الإقامة ولا في التشهد الوسط والأخير لا يوجد في كتب المفيد والمرتضى شيء بهذا الخصوص هناك مجموعة المسائل الميافارقيات 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 نسبة إلى مدينة ميافارقيين وهي مدينة تركية تبدل اسمها الآن كانت معروفة في الأزمنة القديمة مدينة ميافارقيين الميافارقيين هناك من الشيعة كانوا يقطنون فيها وجهوا أسئلة إلى الشريف المرتضى فأجاب على أسئلتهم عرفت مجموعة الأسئلة هذه بالمسائل الميافارقيات من جملة الأسئلة سألوه هل يجب أن نقول محمد وعلي خير البشر بعد قولنا حي على خير العمال هذا لا علاقة له بشهادة الثالثة هذا أمر آخر لا يوجد شيء في كتب المرتضى على الإطلاق إلا ما جاء في مجموعة المسائل الميافارقيات بهذا الشكل وأجابهم بجواب مضطرب حينما قرأت جوابه فإنني ما فهمت شيئا من كلامه لأن آخر كلامه يناقض أول كلامه ولذا لا أستطيع أن أقول ما هو جواب الشريف المرتضى في هذه المسألة ويلا علاقة لها بالشهادة الثالثة وإنما بقولي محمد وعلي خير البشر أقدم نص عندنا يتحدث عن هذا الموضوع هو في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة ومن بعده جاءنا الطوسي تحدث عن الموضوع في كتابه المبسوط وفي رسالته العملية النهاية الطوسي توفي سنة أربعمية وستين للهجرة حديثنا عن الصدوق كل الذين يحاربون الشهادة الثالثة يحتجون بقول الصدوق في كتابه الفقيه هذا هو الجزء الأول من فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس صفحة ميتين وتسعين وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هكذا جاء في الكتاب وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله مرتين ومنهم من روا بدل ذلك أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا مرتين أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا مرتين إنه الأذان الإلهي الذي قرأته عليكم من الكاف الشريف قبل قليل رواية سنان بن طريف عن إمامنا صادق من أن الله أمر مناديا فنادى الشهادة الثالثة هي هذه أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ولا شك في أن علي ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ذلك وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا هذا هو أقدم ما عندنا في كتبنا بشكل واضح هناك حرب على الشهادة الثالثة في كتاب الصدق بالنسبة لي بشكل رسمي وحتى فيما ألفته وما أقوله في برامج طيلة السنين الماضية فإنني أنقل كلام الصدوق هذا وأناقشه على أنه كلام الصدوق لكنني في هذه الحلقة أقول وهذا هو الذي يعتلج في قلبي هذا الكلام ما هو بكلام الصدوق هذا كلام متسوس الذي دسه هو الذي عبث بالكتب من هو الذي عبث بالكتب الطوسي ليس بالضرورة أن يكون الطوسي بشخصه وإنما المذهب الطوسي ولكن تحت إشرافه وبتخطيط منه تقولون ما هو دليلك على ذلك سأثير لكم أسئلة إنها أسئلة ذكية السؤال الأول الصدوق محدث ينقل الأحاديث هذه الأحاديث التي قال عنها من أنها أحاديث وضعتها المفوضة هذه الأحاديث التي أشار إليها إن لم يذكرها في كتاب الفقيه فإنني أجد له عذرا تقولون ما هو العذر العذر ما قاله في المقدمة ماذا قال في مقدمة الفقيه قال ولم أقصد فيه في هذا الكتاب قصد المصنفين في إيرادي جميع ما رووه بل قصدت إلى إيرادي ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة مشهورة بين شيعة أهل البيت عليها المعول وإليها المرجع مشهورة منذ زمان الأئمة وإن الأئمة أمرون بالرجوع إليها هذا هو الذي يقصد من المشهورة لا يقصد بالمشهورة ما هو مشهور بين الناس وإنما هي كتب مشهورة لأن الأئمة أمرون بالرجوع إليها فهي معروفة منذ زمان الأئمة فالصدوق هنا هكذا قال ولم أقصد فيه قصد المصنفين المصنفون الذين يجمعون كل المعطيات حتى لو أنهم لا يعتقدون بها أنا أتحدث عن المصنفين في علم الحديث لأن الصدوق محدث والكتاب كتاب حديث ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بين وبين ربي فالصدوق في هذا الكتاب لا يريد أن يثبت رواية لا يعتقد هو بصحتها إنني أجد له عذرا أن لا يثبت هذه الأحاديث وإنما تحدث عن مضمونها بشكل إجمالي في هذا الكتاب لكن ما هو عذره في بقية كتبه لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه فهو قد قصد فيها قصد المصنفين أن جمع فيها الأحاديث حتى التي هو لا يعتقد بصحة مضمونها جمع الأحاديث التي وصلت يده إليها لماذا لم يذكر هذه الأحاديث في بقية كتبه فقد ذكر ما ذكر من أحاديث المخالفين وجمع ما جمع من كلام العربي ومن أخبار الجاهليين في كتبه لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه قطعا هناك كتب للصدوق ما وصلت إلينا هناك كتاب كبير للصدوق والذي يغلب على ظن أن الطوسيين هم الذين أتلفوا كتاب عنوانه مدينة العلم من أهم كتب الصدوق ما وصل إلينا يغلب على ظن ومن القرائن أن الطوسيين هم الذين أتلفوا هذا الكتاب لما فيه من الأحاديث والروايات التي لا يريدونها أن تصل إلى الشيعة هذه نقطة نقطة فإن الأحاديث ليست موجودة في كتبه إما أصلا أن الصدوق لم يروي هذه الأحاديث وإما أنها رفعت من كتبه فإذا رفعت من كتبه يعني أن العبث يمكن أن يكون في كل كتبه وفي هذا الكتاب أيضا قضية أخرى الكلام هكذا بدأ وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله قطعا هو لا يقول عن نفسه هذا وفي وسط الكلام وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح إلى آخر كلامه هذا يشعر بأن الكلام أضيف على الكتاب لماذا جاء هذا في وسط الكلام المزور كان غبيا لم يترك الكلام على رسله قد يقول قائل من أن الكتب القديمة يوجد فيها مثل هذا يوجد فيها مثل هذا إذا كان المؤلف قد قرأه على تلامذته فهم يكتبون ما يسمعون من أستاذهم وشيخهم ويضعون هذه الجملة في بدايات الفصول لكن الكلام هنا في وسط الموضوع وما عندنا من دليل أن الصدوق قرأ على تلامذته وهذه النسخة من نسخ تلامذته المزور كان غبيا وليس غبيا إنها إشارة بقيت حتى يستطيع الذي يدقق ويحقق أن يكتشف الأمر هناك عبث في الموضوع كله قد تقولون كيف الصدوق أورد صيغة واحدة للأذان والإقامة وهذا كلام ليس منطقيا لأن السنة يعرفون أن الإقامة غير الأذان وشعة كذلك لا شأن لنا بالسنة في ثقافتنا الشعية الإقامة شيء والأذان شيء وإلا لماذا اختلف العنوان لماذا قيل للأذان أذانا وللإقامة إقامة فهناك أذان وهناك إقامة وهناك أحكام لكل واحد منهما وهناك اختلاف في الألفاظ الصدوق هنا جعل الإقامة والأذان بنفس الألفاظ وهذا غريب على شخص كالصدوق هذه أمور بديهية فإن الأذان شيء وإن الإقامة شيء آخر والدليل اختلاف العنوان فهل يخفى هذا على الصدوق وشيء آخر ولا بأس أن يقال في صلاة الغداد في صلاة الفجر على أثري حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية لا بأس بذلك للتقية ولكن أية تقية بعد ذكر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم وضعت بدلا من حي على خير العمل فكيف يجمع بين حي على خير العمل وبين الصلاة خير من النوم هذه أمور بديهية لا يمكن أن تخفى على الصدوق هناك عبث في الكتاب عبث واضح إذن القرينة الأولى أن الكتاب جعل الأذان والإقامة شيئا واحدا في الألفاظ والفصول والكلمات وهذا أمر مستغرب أن يكون من الصدوق وأن يخفى عليه ذلك لأن الأذان شيء والإقامة شيء آخر صحيح هو قد نقل رواية لكن الروايات تصحف تحرى تبدل تغيى هناك أصول وثوابت عندنا القرينة الثانية أية تقية هذه أن نجمع بين التثويب المراد من التثويب الصلاة خير من النوم وبين قولنا حي على خير العمل فأية تقية هذه هكذا يقول ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات في صلاة الصبح على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية فأية تقية فهل أن صدوق لا يعرف كيف تكون التقية هذا الكلام منطقي ثم يأتينا وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله وأورد ما أورد من الكلام هناك قضية أخرى تلفت النظر بشكل أكيد صفحة 319 التشهد يبدأ صفحة 318 التشهد في الصلوات الواجبة التشهد الطويل المفصل الذي ذكره الصدوق يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد نعم ورد في الروايات من أن الشهادتين تكفيان لكنه تشهد بلسان التقية أما أن الصدوق هنا يورد تشهدا مفصلا هذا التشهد المفصل يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد هل هذا الكلام منطقي المخالفون كالشوافع يجبون الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة الصدوق يخفى عليه الأمر من أن الصلاة على محمد وآل محمد واجبة في التشهد الوسط والأخير كيف يثبت تشهد يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى علم كبير أنا أقطع من أن الصدوق نقل الصيغة الموجودة في الفقه الرضوي والتي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين لكن المحرفين الطوسيين حرفوها لأن الطوسي لم يشر إلى كلام الصدوق حينما تحدث عن الشهادة الثالثة لم يشر إلى كلامه لا من قريب ولا من بعيد تحدث عن روايات شاذة ولم يشر إلى ألفاظها ولم يذكر شيئا منها هذا هو الفقه الرضوي ماذا جاء في الفقه الرضوي هذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة صفحة مية وثمانية جاء في هذا التشهد أشهد أنك نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم المولى ماذا جاء في تشهد الفقه الموجود بيننا وأشهد أن ربي نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأشهد أن ما عن الرسول إلا البلاغ المبين كلام ركيك كلام ركيك وحذفت الصلوات على الأئمة اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين وبعد ذلك الصلاة على إمام كل زمان من أزمنة الشيعة حذفت هذه الصلاة وَلِذَا فَإِنَّ تَشَهُدَ الفَقِيه يَخْلُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَصْلًا فَهَلْ هَذَا كَلَامٌ مَنْطِقِيُّ؟ ولاحظوا أن المجلس لما وصل إليه الفقه الرضوي قارن فيما بينه وبين كتب الصدوق قال هذا الكلام في الجزء الأول من بحار الأنوار إنها طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الحادية بعد العاشرة يتحدث عن الكتب وكتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد إصفهان إلى أن يقول المجلس وأكثر عباراته أكثر عبارات هذا الكتاب الذي يعرف بالفقه الرضوي وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سنة هناك نصوص ترد في كتاب الفقيه من غير سنة هذه النصوص بنفسها موجودة هنا ويمكن للباحثين أن يتأكدوا من هذا الأمر نصوص في كتاب الفقيه الذي قال في مقدمته بأنه لا يثبت من الأحاديث إلا ما هو حجة فيما بينه وبين ربه هناك نصوص من دون سنة بالضبط كلماتها موجودة في هذا الكتاب في الفقه الرضوي هذا يعني أن الكتاب كان موجودا عند الصدوق وجعله من المصادر لكتابه هذا مثل ما قال من أنه نقل من الكتب المشهورة من كتب الأئمة وأكثر عباراته عبارات الفقه الرضوي موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سنة إلى آخر كلامه فهذا التشهد قد حذف منه ذكر علي وحذفت الصلوات ليس منطقيا أن صيغة تشهد من الصيغ الطويلة تخلو من الصلاة على محمد وآل محمد وبعد التشهد أضافوا هذا الكلام ويتزيك في التشهد الشهادتان هذا تبرير لحذف الصلاة من هذا التشهد المبسوط تشهد طويل تشهد طويل لا أجد وقتا لقراءته الذين يريدون أن يبحثوا عن الحقيقة بإمكانهم أن يعودوا إلى كتاب الفقيه إلى الجزء الأول صفحة 318 هذا التشهد يملأ صفحة كاملة جزء منه في صفحة 318 وأكثر صفحة 319 قد امتلأت بصيغة هذا التشهد كل شيء ذكر في هذا التشهد وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق كل شيء ذكر في هذا التشهد إلا الصلاة على محمد وآل محمد هل هذا منطقي هل هذا معقول أن الصدوق يثبت صيغة للتشهد يذكر فيها كل شيء ولكن لا تذكر فيها الصلاة على محمد وآل محمد التي هي جوهر التشهد في صلوات الواجبة لقد حرفوا الكتاب هذا الكتاب محرف حرفوه هذا هو الذي جاء في الفقه الرضوي أشهد أنك نعم الراب وأن محمد نعم الرسول وأن عليا نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق هنا قدموا وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأخروا وأشهد أن ربي نعم الراب وأن محمد نعم الرسول أرسل وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين ويستمر بعد ذلك التسليم هناك قرائن أخرى في هذا الكتاب في بقية الأجزاء لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذا الموضوع فهذا يحتاج إلى حلقات عديدة هذه القرائن وغيرها تشير إلى أن الصدوق بريء من هذا الكلام على الأقل علينا أن نضع هذا الكلام في أفق الإحتمال وأقوى من ذلك أقوى من ذلك ما هو تعالوا معي تعالوا معي نتتبع الكتب التي نقلت الحديث هذا الكلام الذي ذكره الصدوق لم ينقله عنه معاصره ابن أبي عقيل العماني ما نقل هذا الكلام بحسب المعطيات المتوفرة عندنا فابن أبي عقيل كان معاصرا للصدوق ابن الجنيت كان معاصرا للصدوق لم ينقل أي أحد من الاثنين شيئا من الذي ذكره الصدوق بخصوص الشهادة الثالثة ومن أن المفوضة هم الذين وضعوها لا شأن لنا بهذين الاثنين ابن قولوي كان معاصرا للصدوق ابن قولوي متى توفي سنة 368 الصدوق متى توفي سنة 381 ابن أبي زينب النعماني متى توفي سنة ثلاثمية وستين للهجرة هؤلاء محدثون رجال حديثنا هؤلاء أبرز علماء الشيعة في تلك الفترة من الذين عاصروا الصدوق العماني الأحاديث التي ذكرها لم يذكرها في كتبه الأخرى الكلام الذي جاء في كتابه هنا لم يكتبه بقلمه وإنما كتبه آخر وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لم يكتبه هذا كلام ألحق بكتابه الذين جاءوا من بعد الصدوق المفيد ما هو محدث أيضا لم ينقل شيئا عن الصدوق في هذا الموضوع مع أنه اعترض كثيرا عن الصدوق وناقش عقائده ونقل عنه لم ينقل شيئا عن الصدوق لا ما هو بلسان الموافقة ولا ما هو بلسان المخالفة الشريف المرتضى أيضا لم ينقل شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص لا بلسان الموافقة ولا بلسان المخالفة أساسا لم يتحدث المفيد عن الشهادة الثالثة وكذلك المرتضى لم يتحدث عن الشهادة الثالثة الطوسي 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 هو أول من أصدر الفتاوى ولم ينقل ولم ينقل كلاما عن الصدوق بهذا الخصوص إنه يريد أن يبعد نفسه عن التهمة فلم ينقل شيئا عن الصدوق ما بعد الطوسي لم ينقل شيئا عن الصدق الذين عاصروا الطوسي هناك مجموعة من علماء الشيعة عاصرت الطوسي وبعض كتبهم عندنا وآراؤهم نقلت إلينا أبو الصلاح الحلبي توفي سنة أربعمائة وسبعة واربعين للهجرة من علماء الشيعة المعروفين والموازين للطوسي في وقته الشهادة الثالثة كانت موجودة في أيامه لأنه توفي في سنة أربعمائة وسبعة واربعين في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة لم يشر لا بلسان الموافقة ولا بلسان المخالفة ولم يروي عن الصدوق شيئا في هذا كذلك حمزة ابن عبد العزيز الديلمي المتوفى سنة أربعمائة وثمانية واربعين للهجرة في السنة التي انتقل فيها الطوسي إلى النجف ولا أدري لماذا ماتوا في هذه السنة العديد من علماء الشيعة ماتوا في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة وفي السنة نفسها التي ذهب الطوسي إلى النجف هذا هذا يذكرني بالذين قتلوا في النجف وهم كلهم كانوا ينافرون السيستاني ويعادونه محمد تقل خوئي وهو الأخطر على السيستاني علي الغروي مرتضى البرجردي محمد الصدر هؤلاء كلهم كانوا يعادون السيستاني قضي عليهم قتلوا جميعا وفي أوقات متقاربة هؤلاء ماتوا في السنة نفسها التي بدأ الطوسي يؤسس مذهبه الجلاب قتلوه على باب دكانه لم يكن في حاشية الطوسي أبو الصلاح الحلب كان منافسا حمزة ابن عبد العزيز الديلمي كان في صف الطوسي ابن البراج الطرابلسي هذا بقي حيا وتوفي سنة أربعمية واحد وثمانين للهجرة لم ينقل شيئا عن الصدوق وغيرهم وغيرهم أنا في بث مباشر أحتاج إلى وقت كي أتذكر الأسماء لأنني ما كنت مستعدا لذكر قائمة الأسماء هذه وإنما الحديث تفرع وتشعب فأردت أن أوضح الأمر بنحو أكثر هؤلاء لم يذكروا في كتبهم شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص ابن الطوسي أحفاد الطوسي لم ينقل عنهم شيئا بهذا الخصوص وأن كنا لا نملك شيئا من كتبهم أساسا هؤلاء جهال وسفلة وأغبياء وسخفاء وسفهاء كجدهم كأبيهم عطوسي ويستمر الحال حتى عبد الجليل القزويني الذي أصدر فتوا في تحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هذا كان في إيران وألف كتابا باللغة الفارسية عنوانه النقض أصدر فيه بشكل واضح فتوا بتحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لم يشر إلى ما قاله الصدوق بن زهر الحلب المتوفى سنة 585 لم ينقل شيئاً عن الصدوق بهذا الخصوص محمد محمد بن إدريس الحلي المتوفى سنة 598 للهجرة وابن وابن حمزة الطوسي لا علاقة له بالطوسي ابن حمزة الطوسي أن متوفى سنة 585 للهجرة هؤلاء كلهم لم ينقل شيئاً عن الصدوق يحيى ابن سعيد الحلي حينما تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابه الجامع لشراء نقل كلام الطوسي وما نقل كلام الصدوق بينما كلام الصدوق أقوى من كلام الطوسي فما نقل كلام الصدوق المحقق الحلي لم يتطرق إلى الذي ذكره الصدوق ولم يتطرق كذلك إلى ما قاله الطوسي إلا في جهة حاشيته على النهاية وهو لم يعلق على هذا الموضوع له حاشية للمحقق الحلي على النهاية التي هي رسالة عملية للطوسي للطوسي العلامة العلامة الحلي أيضا العلامة الحلي تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابين من كتبه في منتهى المطلب وفي تذكرة الفقهاء لكنه لم يشر إلى ما ذكره الصدوق نحن وصلنا إلى العلامة الحلي المحقق الحلي توفي سنة ستمية أو ستة وسبعين أما يحيى ابن سعيد توفي ما بعد سنة ستمية وثمانين العلامة الحلي توفي سنة سبعمية وستة وعشرين للهجرة فخر المحققين ولده توفي سنة سبعمية وواحد وسبعين للهجرة هو الآخر لم ينقل شيئا عن الصدوق هذا الكلام بقي موجودا في كتاب الصدق هل كان موجودا فعلا أم أنه كتب بعد ذلك أول عالم شيعي يذكر كلام الصدوق هذا هو الشهيد الأول الشهيد الأول ذكر كلام الصدوق أشار إليه بالإجمال في كتابه ذكرى الشيعة الشهيد الأول هو شمس الدين محمد ابن مكي العاملي والذي قتل سنة سبعمية وستة وثمانين للهجرة هذا أول عالم من علماء الشيعة بعد الصدوق الصدوق توفي سنة ثلاثمية وواحد وثمانين هل يعقل من سنة ثلاثمية وواحد وثمانين وهو ألف الكتاب قطعا قبل وفاته ألف كتاب الفقيه في أواصط عمره هل يُعقل من ذلك التأريخ فلنحسب من تأريخ وفاته من سنة ثلاثمية وواحد وثمانين إلى سنة سبعمية وستة وثمانين تأريخ وفات الشهيد الأول هل يُعقل في هذه الفترة الزمانية لم يأتي عالم من علماء الشيعة كي ينقل كلام الصدوق هل كان موجودا أم أنهم يعرفون أنه مكذوب عليه لماذا لم ينقل كلام الصدوق بهذا الشأن وإنما أول من نقله هو الشهيد الأول وحتى من بعد الشهيد الأول لم أجد في كتب علماء الشيعة أثرا لكلام الصدوق مثلا في كتب المقداد السيوري من كبار علماء الشيعة ما بعد الشهيد الأول الذي يسمى بالفاضل المقداد لم أجد في كتبه شيئا مما يشير أنه نقل عن الصدوق أحمد ابن فهد الحلي ما ما نقل عن الصدوق شيئا في كتبه أحمد ابن فهد الحلي توفي سنة 841 للهجرة أحمد وجاء وجاء بعدهم الذي يعرف بالمقدس الأردبيلي أحمد ابن محمد الأردبيلي هو من الذين رفضوا الشهادة الثالثة متوفى سنة 993 للهجرة لم ينقل شيئا عن الصدوق الذي نقل عن الصدوق هو الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الشامي العاملي المقتول سنة 965 للهجرة أشار إلى كلام الصدوق في شرحه لللمعة وهو كتاب يدرس في حوزة النجف وفي حوزة قم الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اللمعة الدمشقية رسالة عملية مجزة كتبها الشهيد الأول وشرحها الشهيد الثاني في شرحه لللمعة الدمشقية أشار إلى ما قاله الصدوق بالإجمال أليس غريبا هذا أن كلاما موجودا في كتاب من أهم كتبنا كتاب الفقيه من أهم كتبنا إنه أحد الكتب الأربعة وقت الحلقة صار طويلا ماذا أصنع لهذا الوقت مع أنني حاولت أن أوجز وحاولت أن أختصر الكلام وتركت الكثير من أسماء العلماء على أي حال من سنة 381 إلى سنة 786 إنها السنة التي قتل فيها الشهيد الأول محمد بن مك العامل لم ينقل أحد كلام الصدوق لماذا إما أنه لم يكن موجودا أو أنه كان موجودا ولكنهم يعرفون من أنه ليس صحيحا حكايتنا مرة 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 نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله